الأزمة السياسية تعود إلى الواجهة عقب انسحاب النائب عديد سلمان من حزب يمين والإئتلاف الحكومي لتقف حكومة بنت الضيقة على ستين عضوا وتفقد سيطرتها على تمرير القوانين وتتجه العيون نحو القائمة المشتركة التي باتت هدفا للتحريض في الإعلام الإسرائيلي على خلفية هذه التصريحات من العار أن يقبل أي شاب أو أن يقبل أهل أي شاب أن ينخرط أي شاب من شبابنا ضمن ما يسمى بقوات الأمن عمليا قوات الاحتلال هذه القوات التي هنا التي تسيء لشعبنا تسيء لأهلينا تسيء لمن يذهب ويريد أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك نحن موقفنا التاريخي هو أن نكون مع شعبنا المظلوم من أجل إنهاء هذا الاحتلال المجرم وعلى أثر كل هذا تقف هذه الحكومة أمام خيارات أحلاها مر ليكون سيناريو الانتخابات السادسة في عامين ونصف هو الأقرب للواقع السياسي المركب الأزمة السياسية منذ تشكيل الحكومة والأزمة السياسية قائمة وقبل ذلك بسنة وقبل ذلك بسنتين الانتخابات تعاودنا مرة أخرى باعتقادي أن القائمة المشتركة اليوم يتحدثون كثيرا عنها ولكن دعينا أقول أننا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة ترتيب صفوف الوسط العربي من خلال إعادة بناء المشتركة بشكل قوي حتى تثبت نفسها في الانتخابات القادمة لأنني أرى الانتخابات على الأبواب هذا الهجوم على النواب العرب ليس جديدا كان دائما قائم دائما نحن على لائحة الاتهام دائما نحن مطلوب مننا أن نستنكر كل ما يدور في الدولة وكأننا نحن المسؤولون الأمنيون عن كل ما يدور في هذه الدولة ويتناسون أنهم هم الأجهزة وهم الحكومة وهم المسؤولون فالهجوم على أيمن وغيره من النواب العرب في المشتركة باعتقاد أمر مستنكر وأمر مرفوض ويجب أن نعيد النظر أيضا بكل العمل السياسي في هذه الدولة لا يمكن لهذه الحالة من العجز السياسي أن تستمر طويلا كما يرجح المحللون خاصة بعد تأرجح أعضاء حزب يمين المشتت وفي ظل الاستفافات الحزبية التي تجعل المشهد أكثر تعقيدا لتعبد الطريق أمام الانتخابات السادسة في الأشهر القريبة لأكامت وعدت حقيرا مملختي شكرا للمشاهدة